في عندنا بعض الحالات التي تجرح القلب من داخل وهي أن الحكومة الآن عطلت الدوار الحكومية طيب، لماذا لم تجد الحكومة ووضعت البديل للمواطنين؟ من ضمن الحالات التي تجرح القلب من داخل أن أحد المواطنين المتضررين التي بسبب تعطينا دوار الحكومية أصبح بلاء راتب وبلائي مصر هو كان مجمع له كم دينار فصار تعطينا الرجل ما عنده راتب، ما عنده أي شيء وصل الحال لغاية ما وصلنا شهر رمضان المبارك فجارة من الجنسية المصرية همنا ساكنين يعني الرجل ساكن في عمارات الرقي فجارة من الجنسية المصرية كان قداما فالجارة عارف قصة جارة فقال له يعني عارف القصة وكذا الشكل فجاله في يوم يعني قبله رمضان بيومين وجاء وعطاه سبعين دينار قال له هذي مش حالك فيها إلينا الله يسر الأمور فإذا كانت الحكومة تقبل أن يعني أخوان الوافدين ونعم فيكم إلا أننا إحنا مسؤولية الحكومة وعلى الحكومة أنها تجد لنا الحل ليش هذا الوافد يجي يعطي يتصدق على مواطن ابن البلد هذا واحد أثنين أحد الحالات اللي عندنا شخص كويتي مراض كلما يجي يدخل شقة العمارة لما يجي يدخل العمارة يلقى شنو يلقى صاحب العقار المالك موجود قدام العمارة ما يكلمه ولا يقول له أي شيء فقط يطالع بعيونه ويناظره فيقول هذا يقول أنا أدري هذا الصاحب العقار شنو يبي يبي أجار السكن يقول بس أنا ما عندي بس نظرته هذه بحذاتها تجرحني من داخل فهذه الحالة وفي عليها عندنا حالات كثيرة من المعاسي اللي تسببت فيها الحكومة